وانت سليب توصلنا ل 11 و 17 دقيقة مرحبا بكم وسامعين ومين ما كنتوا التابعوا فينا مزنا متواصل معكم في موجة تسباح وقيد أستوس دي جور أستوس دي جور أستوس دي جور مش نعطيكم حيال هي مش حيال هي معناها ما حيال مساء اخويا حيال حيال جمالية تعملها مقبل انه تحسني كليت تروحي واحد واجهو الله إبنا عارب وسئلت وجاوبت وحيا ما حيال ما حاجه مع بوحد طريقة ما حصل على قبل النوم تخلي شعرك وبشرتك كيستنسب الحاجات دولما أو تماتيك مو يقضوا دي ما في صحة جايدا أو تماتيك مو باي بلش نبدأ بأول حاجة أول هي الشامبون سيك تعرفوا شانبون سيك فاتحيا الشامبون سيك واتحط الشعر يتبيع في الماثماغوري كل فيما زادة في الفارماسية يتبيع تحطه على شعرك كيف يبدأ مزيت ومعندك شوق تتدوش تفشفش به على شعرك معناه يترجع لك الحيوية ويوالي ينقص منه كالزيت يشيح شوية كالزيت ويناحيه ويوقعد شعرك معناه يتظهر كأنك تدوشت فهمت أذية من تغشة أذية أه؟ تغشة باما موش تغشت تعويحد مزروب سبحان الله لكن زيدة أذية شامبون سيك كما نقول وحنا برشة ناس يعانيوا من ضيق الوقت وخصوصا في الصباح وإلى في الليل كيديك خارج على غفلة وبالتالي ما عندهم مش وقت بش يخصلوا شعوراتهم وهذا اللي يخلي فروة الراس دهنية دونك الشامبون سيك ينحيك الدهون اللي في الشعر وشعر اللي يبدأ باهت وخالي مكلا معانو كل يحسنوا وشامبون الجيف هذي اللي وشامبون سيك يحل المشكلة هذية دونك تحط منه في شعرك تعملها كمساج صغير موش غالي راو زيدة راو فما هوا لسوين كل فما الدماغ غالين بالبرشة في الفغمسي وفما زيدة العاديين فما عباد مساك متعبة مش عرز زيتها والمشكلة وينعلش قول لكم اللي هي معناها حيال جمالية بش تحسن من الكاليتي بتاع شعرك ومن وجهك على خاطر الشعر راو قد ما تسنسوا بالخصيل قد ما يزيدوا ولي زيت اكثر الشعر حتى للشعر مش به سحيد ومش شعر مش به دونك هو كذي حل من الحلول اللي هو الشامبون سيك الحاجة الثانية اللي هي المخدى الحرير اللي لقميش متاحه حرير هذي انا ما كنتش نلحقت عربي نقول بهم اخر همي معناها اي غليف متاع مخدى نستطيع مما يكونش يسخن بارش حفامت ماذا بيدي ما كطان اما المخدى معناها السحيد القميش حرير وراوم هنا مش نقول لكم حرير معناها مش يخوذوا من اللي بوتيك حاجات غالين نقول حتى في الفريب تلقاه وامرة والقميشات لحرير معناها تجم تلقى حتى ملح فحرير في الفريب تجم تعب يقديش من من مخدى الناس اللي عندها البو سنسيبل ماذا بيكم تاخذوا حاجة حرير تحطوا عليها ريوسكم على خطرها بيا برشا للجلدة للبشرة وبرشا اطباء امتا امراض جلدية ماذا يقولوا اللي ماذا بيك تستبدل الوسائد العادية بالوسائد الحريرية على خطر اكثر نعومة على الجلد مقارنة بالقميشات الاخرين وزيدة كيف كيف ما تخليش الشعر يتيح مهما تكون نوع القميش لاخر فتحية حكيتاش بتشعر الراسك بالقوية هكا في الليل راو لازم يشد لك اك الشعر ولا الشعرتين مش كي ما الحرير معناه صحيح تانا بدي ما كنت شد انت بي يقلل ما انتا ساقط الشعر عنا زيدة اللي ما لازم يقومش تتخليوا عليه اللي هي ماسك البشرة والشعر واللي ماكش بحاجة الماسك غالي بيش تحافظ على صحة شعرك والبشرة متاعك روفوا ماسكات طبيعية تجون تعملهم في الدار ويعطيوا اللي تحب تعمل لها انت كي ما مثلا انك انت تاخد شوية زيت متاع نواد كوكو تخلطوا بشوية حليب تحطوا على شعرك وترقد بيه الليلة كاملة الصباح تجون تخسر شعرك ويبدأ امر يقل للوجه زيتة ماذا بيكم الداومو دي ما نقولها والداومو على المي ورد قبل ما ترقد وفي الصباح راو المي ورد مهما تستعملوا هو ولا الويذيغا تجموا الناس اللي عندها جيل متاع للويذيغا تخلط مي ورده الويذيغا الناس اللي ما عديش للويفغة الجيل متاع للويفغة تاخذ الماور تحطه فيه دفش فاشا الناس كل تقطر الماور دو ناس كل تبيع في الماور وتفش فاش بيه في وجهك مفعوله سحري على الوجه كل وجه يستنس بيره وكل كلاء اللي يعطيه للوجه ويصفي الوجه والنعومة اللي تولي في الوجه كل وجه يستنس معناها حتى ريحات نعوش يناعوش يناعوش في صيفة غريبة تفش فاش تين قبل ما ترقوا تفش فاش تين في الصباح ما عنده ما يخسروك الحاجة اللي بعدها اللي هي مرتب شفاء شفاء انك انت تعمل ادغطة سيوم لشفيفك بشفيفك يقضوا ديما غوزي ويقضوا في صحة جيدة والحاجة الاخرانية واللي هي ديخلة ديما في الطقوس الجمالية لكن ديما نلقاها ديخلة في الطقوس الجمالية في الصيف يبعدوا عليها يصر الناس في الشتي واللي هي العناية باليدين والسقين دون كراهو ايجا نقول لكم افرش تلقى ما تتغطى تتلهاب سقيك ويديك في الشتيف تلقى هم رجلين والثماتيك ما بتقعدش طوى معناها تتلهاب وهذه من الطقوس اللي ما زمكم مش تهملوها وانكم ديما يكون عندكم ماسك وإلا كخام وإلا حتى زيترة حتى اي زيت من انواع الزيوت اللي عندك حتى الزيت زيتونة يا اخوي تعمل بها مساج السقيك وليديك قبل ما تدخل طرقت حتى زيت زيتونة حاجة زيت زيتونة نحكي لكم عن الناس اللي ما ديش ديك خام وصحي تحط شوية زيت في ديك وفي سقيك ما سدهم شوية تتشوف سقيك يقدو ديما محليهم معناها سيختو طوى كفتا جينا جينا لصني دروش ليك يهديكم رب لي ويرحموا يهديكم طوى كنت ايبي الاستوس دي جور استوس دي جور استوس دي جور بدي دوب لسا رجين اشتركوا في القناة